سأتحدث الآن عن الأحلام في الإسلام الواقع أنه من قبل الإسلام الأحلام كظاهرة بشرية وجدت منذ أن وجد الإنسان على ظهر البسيطة اهتم فيها كل الشعوب بها الفكرة ومسلمين وغير مسلمين من كل الديانات حتى من الشعوب التي بلا ديانة الشعوب الوثنية حتى وهتم فيها حتى الذكور والإناث أيضا مع أنه الدراسات بتشير أنه اهتمام الإناث كان بالأحلام نوعا ما أكثر من الذكور ولكن اهتمت فيها كل الشعوب بشكل عام وما نستغرب أنه حتى الناس اللي بيبينوا قدامنا أنه هم مش قلقانين بالحلم أو أنه هم بيعتبروا حلم وأنه إشي سخيف يسخفوا في الموضوع أنه لا ما كان له بالحياة النفسية والعقلية للإنسان حتى هؤلاء الناس لا ما تصدقوا هم ناس بيهتموا بأحلامهم وبيحاولوا أنهم يفسروها وبينبسطوا لما بيشوفوا حلم منيح وبيتنكدوا كتير كمان وبتشاقموا لما بيشوفوا حلم ممنيحة يعني إذا واحد فيهم حلم أنه أنت بدك تموت فيهم كذا ممكن أنه يتدايق وبشكل كبير جدا ويظل خايف كمان على فكرة وإذا حلم أنه حقق أمني ومثلا صار غني كتير أو تميز دراسيا أو كذا هو كمان بينبسط كتير بحاول أنه يفسرها وما إلى ذلك الآن وإحنا المسلمين كغيرنا من باقي شعوب الأرض عبر التاريخ تمينا كتير بموضوع تفسير الأحلام قال عليه الصلاة والسلام ورد على فكرة وردت الأحلام عندنا بالحاديث يعني على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه وردت أحلام حقيقية أحداث حقيقية تتحدث عن الحلم في القرآن الكريم دعوني أولا أتحدث عن الرؤية الصالحة قال عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من خمس وأربعين جزء من النبوة حتى أنه لا تقتصر الرؤية الصالحة على الأنبياء كما يعتقد البعض أن الله يرسل رسله على ما يشاء من عباده ملائكة بتروح بتبشر بتخبر الناس من مختلف حتى ليس فقط من المسلمين فقط الرؤية الصالحة غالبا يمتاز بها حتى الناس الصادقين وهي شعبة من شعب النبوة كما قال رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه قال في موقع آخر عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤى أصدقكم حديثا ورؤى المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة والرؤى ثلاث رؤية صالحة هذه الرؤية الصالحة غالبا بتكون من مصدري المصدر الأول أنها ممكن تكون من الله مثل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الرؤية من الله جاء سيدنا إبراهيم أمر من الله وهذا الأمر جاء من خلال المنام معناته في حياة عقلية وإحنا نايمين ربنا تحدث عنها في كتابه الكريم ومرسوها الأنبياء وصدقوها وأخذوا بتعليماتها وبأوامرها وبمضامينها وبمحتوياتها في حياتهم خبر ابنه إنه ربنا أمروا إنه يصبحوا والابن امتثل طاعة لله ورسوله لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام واضح؟ وإنه الرؤية من الله لابد من تنفيذ هذه لا تحتمل لا تأويل ولا حتى تفسير نهائيا الآن فيه إشي اسمه رؤية من الملائكة رؤية ملائكية في الرؤى مثل رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة أي قبل فتح مكة بعامين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله ورسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا مسلمين كل علماء النفس حتى في العصر الحديث أغلبهم ربطوا الأحلام بالماضي زي ما سبقوا تحدثت في الفيديوهات السابقة الآن هذه الحادثة اللي وردت في القرآن الكريم تقول بأن الأحلام ترتبط في المستقبل شي جداً لطيف جداً صريف يعني الرسول شافع بالسنة السادسة للهجرة تحققت في السنة الثامنة للهجرة بعد سنتين معناه إنه الأحلام تنبئ تنبئ والملائكة بتوصل معلومات للناس الصادقين من عباد الله بتنبئهم عن حدوث أحداث للمستقبل لا سحر ولا شعوذة هي منبئات هي أخبار تيجي من خلال رسل الله وملائكته سبحان الله وتعالى وبالتالي هنا الأحلام إذن تشير إلى ما يحدث في المستقبل وما إلى ذلك بالتالي هنا الرؤية لا تحتمل أيضاً التأويل هي حدثت كما هي من الله سبحانه وتعالى أيضاً رؤية الملائكة لسيدنا يوسف يعني سيدنا يوسف لما روى الحلم تابعه لسيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلام كلاهما والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين تحقق الحلم لدى سيدنا يوسف ما بعرف قديش عدد سنين بس هو أنا بعرف أنه نسجن أربعين سنة بعد أخذوا إخي وتوحطوا في البير والسيارة وباعوه ونسجن وتربى في بيت العزيز مصر يعني بعد سنوات طويلة جداً تحقق الحلم تالي الأحلام في القرآن الكريم وفي الإسلام تنبئ عن حدوث أحداث في المستقبل الآن رؤية العزيز إذا انتقلت إلها لسيدنا اللي وردت أيضاً في القرآن إني أرى سبع بقرات سمان سمان يأكلهن سبع يأكلهن سبع بقرات عجاف الآن قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون قال لكل الحاولي إن الكهنة من المفسرين من هل بيفهموا في هالمجتمع ما عرفوا فوصلت الرؤية إلى سيدنا يوسف ففسرها إن هناك سبع سنوات ستأتي فيها خير وفير وأمطار وزراعة وقمح وما إلى ذلك ويتلوها سبع سنوات سيكون فيها محل وانعدام للأمطار وبالتالي نحتاج إلى توفير تخزين القمح حكيتنا نتصرف في السنوات العجاف فأشار سيدنا يوسف على العزيز إنه نزرع في السبع سنوات نزرع في السبع سنوات ونخب القمح وما خبه بطحين ما طحنه خبه حب عشان ما يخرب أيضا ما يتعرض للتسوس والتلاف وخب القمح بحبه للسبع سنوات اللاحقة لترجمة أنه صار يوزع كمان ويبيع للباقي بلاد الشام وللدول المحيطة المجاورة اللي كانت تقصدها تحتاج إلى القبر بسبب انعدام الأمطار في السبع سنوات العجاف إذن هنا وردت الرؤية في القرآن الكريم بالذات رؤية العزيز حل مشكلة مستقبلية أول إيش تحدثت عن المستقبل رقم 2 حلوا مشكلة أمة حلوا مشكلة مجتمع حلوا مشكلة وطن حلوا مشكلة بشرية إنسانية أنقذوا ألاف بل ومئات الألاف الناس اللي كانت عايشة تلك الأمكنة في ذلك الزمن أنقذوها من الجوع أنقذوها من الفقر أنقذوها من إنها تموت بسبب نقص العناصر الغذائية وفعلاً حالياً كثير من الأحلام بتؤدي إلى حل مشكلة أنت تعرف مشكلتك أيها الحالم وبتقدر تلاقي الحل تفسر الحل الموجود بمحتوى الحلم وأنا شخصياً صارت معي صدقاً كثير وكثير في هذا الإطار بس أوردي لكم حادثة صغيرة أنه في مرة ضاع مني ظرف امتحان وما بقدر أعيد هالامتحان ضاع غاب يمكن خمسة عشر يوم وأنا بدور عليه لخليط مكتب ولسيارة ولبيت والقزانة والمكتبة ولجرار وأنا بدور ويقست من نسبة لي كان يعني خطأ مهني كبير يعتبر إذا ضاع من الامتحان فبعدها وأنا نايمة شفت وين الامتحان كيف أنه أنا مدخلته بجرار الخزانة وبعدين هو دخل من الجرار وإعلى وراء الجرار نزل وراء بين الجرار والجدار الخزانة الداخلي فشفته بالمنام هناك صبحت فتحت الجرار فعلاً لقيت الامتحان فبالتالي إحنا بنعرف مشكلتنا وإحنا بنعرف شو الحل اللي ممكن يورد إلنا من خلال الحنوم وإحنا كحالمين وكرر مرة أخرى نستطيع أن نربط ما بين أحداث ومحتويات الحلم وحياتنا الواقعية ونوظفها توظيف حسن في خدمتنا شخصياً وفي خدمة مجتمعنا كما فعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام شكراً للمشاهدة